100.6 نجومة فهم على كيفك دلوقتي عيسيلي على الراديو مع أحمد العيسيلي على نجومة فهم مزيك أسميع أنا نفسي عيان فبما أني بفكر في بارد كتير أنا أصلاً ببعي عياني أنا يعني بفكر في أنا ما ليش في العية وكده والألم وكده إن شاء الله ربنا ما يجيب ليش حاجات من الجد عشان أصلاً حاجات الخفيفة بتدايقني جد فأنا بفكر في فيروس البرد العظيم ده تخيالوا إزاي الفيروس التافي تافي يعني تغسل إيدك بماية أصلاً ممكن يموت بس أد إيه بمستمر كده وبيقبأ أن يموت وبيتطور وبيتغير وقتل في الحقيقة ملايين الناس قتل عشرات الملايين الناس في العالم كله كل يعني حاجة يعني البارد بارد مش هكلمكم بارد عن البرد النهاردة هذا الحاجة النهاردة حلقة النهاردة عنوانها انت مين من غير مقدمات كده وعادتوا أسماء أستاذ عارفوا سيتاب بوستنجو مفهاموا على فيسبوك و تويتر وقالوا كده إزاي تقدر تعرف انت مين أهلاً بكم فعسيري على الراديو النهاردة كعادة يوم الثلاث معي على المكسر الزميلي وحبيبي هيسم عصام وعلى فكرة ما دخلت النهاردة عطل رواس هيسم أنا عيان بقوا كده فأنت سوف أطلب مننا اختلاب واحد بالنسبة للأغاني من الثلاث أنا عارف ما أسمعش أي قنانا عارفها لكنه يجب أن نشاطر يعانف مطوعة أغاني داو ويعني أنا بديله بس الكلادة بتاع كل مزيكة الحلوة سوف تسمعوه النهاردة دي أنا مريد دعا بيها خالص وحيسن بنقيها الوحيد أول ما نسأل نفسنا بقى سؤال كبير قوي زي انت مين دا عشان نعرف نجابه كوي يا سيد من حد الأهمية سؤال دا أصلا إيه مفروض تعرف انت مين الإجابة بسيطة انت مين سؤال مهم جدا يتسئل عشان لو ما عرفتش تجاب عليه لو ما عرفتش انت مين أولا مش هتعرف تحب نفسك كمان بغي ممكن تحب نفسك كده وكده يعني بس هتبقى عامل زي اللي بيحب واحدة من صورة على فيسبوك وهو عمر ما شافها مش بس كده لا الموضوع أكبر من كده بكتير لو ما عرفتش انت مين مش هتعرف انت عايز إيه ولما عرفتش انت عايز إيه عمرك ما هتوصل له ما انت مش عارفه أصلا هتوصل له من ايه يعني بديهي سعى علما بأن الأسف بقى وبالرغم من انها مسألة بديهية كده لأن في تأدير الشخصي أغلب الناس في الدنيا بيعيشوا ويموتوا هم مش عارفين إجابة السؤال ده ما يعرفوش هم مين فعلا ولما بيتسئلوه بيجاوبوا إجابات من بره كده عشان هم ما يعرفوش جوا فيه طيب ليه صعب قوي كده لو واحد يعرفه ومين لا أسباب كتير حقيقة الموضوع فعلا صعب هنعادي على الصعوبات دي الأول عشان ما ينفعش نتجاهلها أول صعوبة بتواجه أنك تعرف أنت مين هي المجتمع اللي حواليك الناس حواليك بنائل على هم بيشوفوا إيه منك قد إيه منك بيبقى عندهم فكرة عنك الفكرة اللي عنك دي طالع منك بس هي مش انت هي بس اللي الناس اللي يعرفوك كلهم بشكل جمعي كده بيقدروا يشوفوه منك وهنا بس في تفصيلة كمان كده صغيرة في الموضوع أن الموضوع ده دائري كمان يعني فكرة الناس عنك طالع منك بس هي كمان بتأثر عليك يعني انت مثلا كريم قوي بس انت مش كريم قصدي بس بتحاول توري الناس إنك كريم فالناس دول بيبقوا شايفينك على إنك كريم فلا يخليك تتحول إلى إنك تبقى أكثر كرما فعلا لأنهما بيعملوك على إنك كريم مع إنك أصلا مش كريم ها ما تنساش ومع إنك ما بتعملش الناس دول بكرم حبا فيهم ولا في الكرم أنت بتعمل كده عشان تتمنظر بما ليس فيك بس حصله أثروا عليك إنك تمثل إنك كريم فالناس تعاملك على إنك كريم فده يخليك تبقى أكثر كرما فعلا دي حاجة كويسة وماله جميل جدا لكن خطر بينه إنه مش صفاتك كويسة بس اللي ممكن الناس تعديك بيها ولا يحصل فيها السيناريو ده الوحش كمان ممكن يحصل فيه كده لو الناس حواليك عملوك على إنك فاشل مثلا هتحاول إلى فاشل فعلا بيسموها كده في علم النفس النبوءة ذاتية التحقيق نفس اللي بيحصل مع الأهالي لما بيقاضوا يقولوا لعيالهم انت فاشل انت فاشل انت فاشل لو عملوك الناس حواليك على إن مفيش أمل منك هتحاول إلى إن مفيش أمل منك وده زي اللي كلنا بقى بنعمله مع نفسنا يعني الكلام اللي إحنا بنسمعه كلام اللي كلنا الحقيقة يعني اغلبنا ما كانش كلنا بنوعى فيه ونقعد نشتم في نفسينا كده كشعب وكأمة وحاجات وانتو مفيش قابل وهو ده في الحقيقة بيتحاول الى نبوءة ذاتية التحقيق كمان بتأثير صغير جدا ها وما بيغيرش في القدر بتاع الناس دي كلهم على بعض بس بيعمل تأثير صغير كل مرة حد بيقول فيها كلمة زي دي بتأثر على اللي بيسمعها تأثير ما فيش حاجة ابدا بتعدي على الفاضي كده فالناس لما يعملوك على حاجة مش فيك مع ان دي مش حقيقتك ولا حاجة ومع ان ده مش جابت سؤال انت مين قالوا لك بقى ان انت فاشل قالوا لك انك كريم قالوا لك انك مفيش امل منك قالوا لك ان انت ممكن تكسر الدنيا كل ده ممكن يحولك لكده فعل يبقى اولا المجتمع ممكن يحط فيك صفات مش من حقيقتك دي صعوبة جمدها ها وثانيا انت نفسك ممكن تعمل كده في نفسك دي تاني صعوبة من انك تعرف انت مين ان فيه فكرة في دماغك عن الشخص اللي انت عايش تكونه الفكرة دي لو انت تعرف نفسك كويس هتبقى بتاعتك بس لو انت متعرفش نفسك كويس ممكن المجتمع بطرق كتير جدا يخليك تفتكر انك هتبقى سعيد جدا مسلا لو عندك عربية حلوة من غير سقف ومصاحب موزة جمدة جدا مع ان مش دي الحاجات اللي هتعمل لك سعادة ولا حاجة انت بتسعب بطريقة تالي خلص بس انت متعرفهاش فتروح مستلف صورة للسعادة من التلفزيون والإعنات والسينما والقص اللي بتسمع على القهوة ومع صحابك كوي وي وممكن المجتمع يخليك تفتكر انك هتبقى سعيد لو حصلك الحكاية دي زي ما ممكن المجتمع يخليك تفتكر انك هتبقى سعيد لو طلعت دكتور وانت مش هتبقى سعيد لو كنت دكتور ولا حاجة انت أصلا عايز تبقى رسام بوهيمي صايع ده اللي حيساعدك فعلا بس انت متعرفش نفسك فما عرفتش حكاية دي فبقى الدكتور مش سعيد دكتور لكن مش انت محمد عشور بيقول ازاي تعرف انت مين بعد مراجعة قراراتي في الأزمات يعني قصده ان انت الامتحان اللي هو بيمتحنه نفسه بيشوف لما تحصل أزمة بعد ما تلع بقى ومشي بيبوصوا هره ورح باصص على قراره في الأزمة ده وقراره في الأزمة هو اللي بيدله على هو مين خالد يوسف بيقول لما لايق احد بيحبني ويعرفه بيحبني ليه المفتاح بتاعه هو ان مستمرات الحب حام يا يوسف معروفة دي بس يعني قصد خالد انه من خلال في أعين اللي بيحبوه بيعرف نفسه الحقيقي يعني هي فيها مجاملة طبعا كل حاجة من الناس اللي بيحبوك دائما بس يعني عجباني الحاجات برضو اللي بتفكروا فيها دي بعد ما تبقى فيه حاجة حلوة قوي معايا ويكون فرحان بيها وبعدين فجأة ضيع بعديها بقى بابدأ أفكر بشكل تاني خالص وبدماغ تاني خالص وهي دي نفسي الحقيقة اللي ما كونش أعرفها محمد إبراهيم قصده انه برضو حاجة قريبة تشبه بالموضوع بتاع الأزمة ده ان انت هو بيساعده انه يعرف نفسه أكتر لما يلاقي نفسه هو من غير الحاجات اللي هو يعني اللي أنا فهمته ان الحاجات بيحبها دي الحاجات يعني اللي هو معجب بيه عارفة ما تبقى في الملاهي كده ومبسوط كده بتفرج على فيلم ومزقطت كده في حفلة ومش عارف ايه بعيدا بقى عن المشاعر دي ده بيساعده في لحظات الهدوء النفسي ده بيساعده ان هو يعرف هو مين تتكلمنا حد الوقتي على ان من غير ما تعرف انت مين مش هتعرف عايز ايه ومش هتبقى سعيد ها وتتكلمنا عن معرفة انت مين دي حاجة صعبة جدا واو صعوبة هي ان هي فكرة ان الناس فكرة الناس عنك بتغير فيك وتاني صعوبة ان فكرتك انت عن نفسك وعن انت عايز حياتك تبقى عاملة ازاي دي حاجة بتغير فيك برده يعني الحكاية بتاعت انت مين دي عمالها تتغير كده لك ازمع الفكرة دي ها تانت صعوبة بقى هي الافكار اللي انت بتتبناها واحد مثلا محافظ ومتدين مثلا هو اصلا محافظ ومتدين بس لكن يلاقي نفسه هو عايل كده قاعد مع واحد اخواني فالاخواني يأكل دماغه شوية بما ان دي يعني من مهام كل اخواني انه يحاول يأكل دماغ اللي بيقابلهم عشان يحاول يضمهم للجماعة التعيسي فتروح انت يعجبك كلامه فتبقى اخواني مع انك اصلا انت نفسك في اجابة سؤال انت مين انت مش لاقي على الافكار بتاعت الاخوان دي بس لو اشتريت الايديولوجيا بتاعتهم لسبب او لاخر تخدعك الايديولوجيا الافكار لدخد في راسك تخدعك في انك تصدق ان ده انت فتروح اقيل انا اخواني يعني ايه يعني انا مؤمن بكل افكار جماعة الاخوان وده المعنى الحرفي بتاع كلمة مع ان ده مش حقيق اصلا ها زي بالزبط ما حصل مع الاعلانات كده هي ممكن تدي حد مفهوم كاذب عن هو مين وعن ايه اللي يسعده يكونه اي مجموعة افكار تتبناها ممكن تديك مفهوم كاذب عن انت مين وايه بيسعدك وتكونه مش شرط اخوان يعني ممكن داعيشي ممكن كمان اشتراكي وممكن ناصري وممكن ديمقراطي ما تفرقش ما تفرقش اقسامي خالص لما بتتبنى اي افكار ممكن جدا الافكار دي تغير في انت مين اصلا لو انت ما خدش بالك يعني بس احنا زي ما اتفقنا انا شخصيا شايف ان اغلب الناس ببقوش باخدين بالهم الحكاية دي وبتحصل اللي احنا لسه ما وصرناش هنعرفه ازاي انت مين اصلا ده لسه احنا لسه بنعدي على الصعوبات الوقفة في طريق المعرفة عندك كمان حاجة عملنا عليها حلقة بحالها بالتفصيل من كم اسبوع انك تكون خايف من حقيقتك فبتدريها عن الناس وعن نفسك انت كمان ده برضو عائخ في طريق معرفة نفسك الحقيقية كما هي واخينا وليس اخيرا وقبل ما نبدأ نتكلم عن ازاي نطلع من الحفر دي كلها بقى ازاي تعرف نفسك بالرغم من كل ده ازاي تجاوب على سؤال انت مين وتحل معدلة الصعبة قوي دي فسط كل الحاجات اللي بتحاول تخبي عنك انت مين فعلا عندك الظروف شخصيا بقى اللي هي ممكن فعلا تمنعك من انك تكون انت الحقيقي انت كما تريد ان تكون بشتغل موظف في شركة كبيرة مثلا بس انت اصلا فنان عشان تسعد عشان تتحقق لازم تبقى لسام شاعر مغني طبال اي حاجة بس حاجات دي انت ما تقدرش تبقاه عليك اقصات وعيالك في مدارس غالية وبقى لك عشر سنين ولا خمساش سنة بشتغل في شركة دي وما عندكش الفرصة دي اصلا ما تقدرش تعمل ايه بقى حاولك بالغنية دي نبدأ اسميع الحال من مكان موقفنا من اخر صعوبة بتواجه انك تكون انت كما يجب ان تكون عشان تعرف نفسك وعشان تعرف انت عايز ايه وعشان تبقى سعيد في حياتك لو انت الموظف اللي عليه اساطر جيبنا سيرته ده اللي عياله في المدارس الغالية فما يقدرش يبقى الفنان مثلا المفوره دي يبقاه اول حاجة تعملها انك تعرف انك مضطر تعرف ان ده مش اختيارك تعترف بكده مش دي الحقيقة اللي انا عايزها لنفسي ده مش انا انا بشوف كل الناس زميلي في الشركة الكبيرة وشايف كويس الفرق بيني وبينهم هم في مكانهم وانا مش في مكاني مجرد اعترافك ده جزء مهم جدا من علاج المشكلة انك تبقى عارف ان ده مش انت ما تستقبلش عن نفسك وتفتكرة مش واخد بالها وكده لا واخدها يا حبيب نفسك عارفة كويس جدا ان ده مش انت انت اللي مش عارف وتبعا برضو مش معنى انك تبقى عارف ان حياتك المفروض تبقى حاجة تانية عشان تليق عليك وعشان تبقى اسعد فيها انك تعيش تعيز طول ما انت مضطر لها هم مش معنى كده انك هتروح البنك كل يوم وانت تطارب بوز وتشتغل زي زفت لا ابدا ان اطلاقا ابسولتلي نط كده تبقى خايب وتعيز برضو الغرض من معرفة مكانك وحقيقتك وانت مين مش انك تتعس لو معرفتش تخلي حياتك لايق عليك الغرض مبدئيا هو انك تعرف وتعترف وبس ثانيا اوما تعترف بقى ان دي مش حياتك اين كانت تبدأ تدور ع الممكنات اللي تقدأ تتغيرها بيها ان شاء الله تلاقي خطة تغيير ممكنة دي هتاخد عشر سنين عشرين سنة مش مهم خالص المهم انك تحاول تعيش الحياة المفروض تعيشها حتى لو العملية دي خدت عمري بحياله تخيل الفرق مثلا بين السنريوين دول الراجل اصلا فنان اللي بيشتغل في بنك ده في منه نسختين تسأل اولان تقوله انت مين يقولك انا فلان بشتغل في بنك والتاني تسأل انت مين يقول انا فلان اصلا شاعر رسام نحات بتاع اسالية بس بشتغل في بنك عشان مضطر لكن اول ما بقى مش مضطر هغاير حياتي على طول انا عندي خطة دول موندوعين منفصلين تماما اهم الاتنين نفس الشخص في نفس الموقف بس ده عارف نفسه وده مش عارف اللي بيشتغل في بنك ويبقى سعيد هو اللي اصلا سعيد انه بيشتغل في بنك زي مفروض الدكتور يبقى هو اللي سعيد انه بيشتغل الدكتور مش عايز حاجة تانية هو مش قادر يعملها ما عندوش احلام مؤجلة ولا مركونة عن رف ولا مرمية في الزبالة هو عايز يكون هنا ده مكانه ده هو لكن لا عايز حاجة تانية مش مفروض ابدا ينسى انه عايز حاجة تانية ان شاء الله عمره ما يحققه لازم يفضل عارف ومعترف وفاكر انه عايز حاجة تانية عشان تفضل دايما عينه على الفرصة اللي ممكن تخليه يكون زي ما هو عايز زي ما هو المفروض يكون وخلو بالكو برضو لازم يعترف حتى لو ما كانش هيقدر اه بس لازم يحاول برضو ها لو ما نجحش حيكفيه شرف المحاولة وحيكفيه كان عارف نفسه كان عارفه ومين كانش بيتحك على نفسه لكن لو نجح يبه هو ده المطوب اسبقته وهنا نيجي الاهم حاجة في موضوع النهاردة كله على بعضه بس في اللينك الجايب عشان تبقوا مركزين وحلوين ومفرفشين كده اسم قاس بتقول ومينجابر بيقول انا باعرف انا مين لما بصر صحابي اللي مكملين معايا بقالهم سنين فكرة متطورة شوية عن اسمعناها في الفرسال قبل كده مش بس الناس حوليه لا الناس حوليه بقالهم كتير الناس اللي بالعشرة شفوني اكتر اقدر اعرف منهم شوية انا مين اشخلي بالكو احنا احنا عدينا حتة دي يعني انه روحنا في حتة كده بصراحة الناس مش تقدر تعرفها عنك اصلا دي حتة بقى في الجوه جوه يعني بس انا بخلص دول قبل ما نغوص بقى الغوصل الاخيرة انا الشخص المنسي بيقول انا الشخص الافعان بتظهر في الوقت اللي الناس ما تكونش شايفاني انا كان عندي برضو يعني تماشيا مع كلمة دي بالزبط كان عندي فكرة كده بتاعت عارفين كده كل واحد فيكو فينا في كل الناس في حاجة كده اول ما بتحصل حاجة اول ما بتشوف حاجة او ما بتشوف ما اول ما تصدر حكم ما في راسك في فكرة في الاول خالص بتطلع كده ما 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 ناية خالص ما بيحصلش عليها اي نوع من انواع البروسيسنج ما بتطبيخش ما حاجش بيشتغل عليها بتطلع كده بتنوطل وحدها كده قبل ما انت بقى مخك يروح متدخل يعني وبتاع دي اقرب حاجة ليك دي مش انت بالزبط يعني عشان هو اصلا الناي اللي طالع ده برضو وما بتطلعش من فراغ ومخك اللي مطلعه اه يعني هو العملية بتاعت البروسيسنج دي كلها كل عملية التفكير سواء العميق منها او المعمقش قوي مخك انت اللي بيعملها بس هو ده اقرب حاجة لنفسك تعالوا نيجي بقى لأهم حاجة في موضوع النهاردة من وجهة نظر اهم حاجة في ازاي تعرف نفسك في ازاي تجاوب على سؤال بتاع انت مين هو ان حضرتك تتخيل تفهم تقتنع بانك مش افكارك انت مش افكارك انت حامل لأفكارك بس عقلك وعاء لأفكارك كوز بيحمل افكارك لما تأمل الصورة دي حتدرك مثلا ان افكارك دي حاجة بتتغير ها لكن لو افكارك هي انت هتتغير ازاي انت هتتطور ازاي انت هتتخلص من افكار غبية او عقيمة او خايبة لزئة في مخك ازاي انت لازم تبقى انت منفصل عنها لما تأمل انك مش افكارك بل حامل لأفكارك حتفهم ان انت المسؤول عن شكل الافكار في راسك عاملة ازاي انت ممكن تبقى شخص متعصب مثلا انت نفسك متعصب لو صدقت فكرة متعصبة حتدقها بتعصب طبعا وهي بتساعدك عشان هي متعصبة بس كمان لو صدقت فكرة مش متعصبة برضو حتصدقها بتعصب لان انت اصلا متعصب عقلك حامل الافكار متعصب كوزك متعصب لو عرفت انت مين ما بتقدرش تلوم غيرك على اخطائك بقى فبتتحمل مسؤوليتها بتبقى عارف هو يعني عايز تعمل التعبير البلدي ده عارفين موضوع انت وعق افكارك مش افكارك ده انت بتكرف عقلك بيكرف على افكارك وافكارك بتكرف على عقلك واللي عايز يعرف نفسه كويس لازم يدخل في الحتة بتاعت الكرفان دي ما يخليش ولا طعم ده ييجي على ده ولا طعم ده ييجي على ده وده يبقى شغلته انه وعق ودي شغلتها انها افكار محطوطة في الوعق ملاش انا عارف ايه ان انا لو انتو سايقين وكده اللي بطلب منكو طلب صعب جدا في الحلقة دي بس يعني تلاقيكم بقى تعودتوا ولا ايه يا ربنا معاكم ومعايا ومعانا جميعا لو عرفت انت مين بقى ما بتقعدش الفخ بتاع انك تاخد مجموعة افكار على بعض كده بعبلهم كده شألة واحدة كده لا بتنقي دي تنفع تبقى بتاعتي لا دي ما تنفعش تبقى بتاعتي انك فاصل نفسك عنها محطش ممكن يدحك عليك ويقولك ان حزبت الافكار دول كلهم على بعض كده اما بقلاش لا انت اللي بتبقى سايق انت اللي بتبقى مسؤول عن نوع افكارك انت اللي بنقي ان تحملهم مش هما اللي بنقيوا ان يحملوك ده فرق مزهل لا فكرتوا فيه فكرتوا في كل الناس حواليكم ممن يحملونا الافكار مين فيهم وتحكم في افكاره سايقها ومين لقى هتشوف تفاصيل كتير بوضوح خالي بقى لكم حتك جادي بقى افكارك في راسك ممكن وبسولة شديدة جدا تشوش عليك انت نفسك ممكن تخليك مش قادر تميز بينها وبينك بعيدا بقى على اللي جاي من برا افكارك هي نفسها كده الافكار اللي بتنط في راسك دي وانت مش هي انت مش افكارك وعمرك ما تنسل حكاية دي ده شرط انك تفضل انت وشرط انك تفضل سليم او ما تلاقي زحمة افكار متلاخباتها كده في موخك تعمل ايه كل عليك انك تسكتهم كلهم واحد واحد وتفتكر ان انت الوعاء اللي بيحملهم حضرتك الكوز فيبقى حضرتك اللي عندك حرية الاختيار مين فيهم يبقى ومين يموت مين افكارك اللي مقرر انهم يبقوا افكارك ومين مفروض عليك مغصوب عليك مين منهم ما تسوس في موخك وانت ما تعرفش هتعرف كل الحاجات دي فقط بانك تسكتهم وتتخيل الصورة اللي انا حكيتلك عنها مش ممكن تعرف انت مين وبالتالي مش ممكن تحب نفسك كما هي ومش ممكن تعرف انت فعلا عايز ايه وبالتالي مش ممكن تلاقيه وبالتالي مش ممكن تبقى سعيد فعلا من غير ما تعيد امتلاك نفسك تعيد امتلاك عقلك كوزك مخك وعاء افكارك فيه مفتاح مهم جدا ازاي تعرف نفسك وازاي تأكد ان انت فعلا بلا شوائب ولا زيادات مفتاح مهم جدا تقدر تفهم بيه انت افكارك وتصرفاتك بتاعك تكفعلا ولا سالفها من حد ولا حد ده سيسهالك في الاكل ايه المفتاح انك كل ما تعمل اي حاجة في الدنيا تسأل نفسك ان عملت كده ليه لو جات الاجابة مباشرة واضحة بلا ثانية واحدة تفكير يبقى ده انت اللي بتعمله لما جاتش الاجابة مباشرة واضحة بلا ثانية تفكير يبقى ده فعل مصطنع مش بتاعك روح بقى شو بجبت من اني فيلم ولا اعلان ولا كتاب ولا ثقافة ولا قعدة دور انت واعرف هو اكيد جاي من برا عارفين العيل التلفان مثلا اللي على طول سكران ومسطول وكده لو سألتوا بتعمل كده ليه فراحقلك مثلا بعمل كده عشان انا شايف ان دي طريقة المثالية تقضية الحياة يبقى العيل التلفان ده يعرف نفسه احسن بكتير مش شخص اللي تقوله انت ليه دكتور يقولك يعني جات كده انت ليه بتشتغل في الشغلانة دي انت ليه مصاحب الناس دول انت ليه مع الشلة دي انت ليه متجاوز الست دي انت ليه مع الراجل ده كل كل الاسئلة الشخص اللي عارف نفسه بيقع عنده اجاباتهم كلهم الشخص اللي مش عارف نفسه ما بيعرفش وبيعمل اللي بيعملوا ليه من اول الهلس لحد الشغل لحد الجواز لحد اي حاجة مدام عارف نفسك يبقى حتعرف انت بتعرف بتعمل كل حاجة ليه ولعرفت انت بتعمل كل حاجة ليه يبقى انت اللي متحكم في نفسك انت اللي سيئك انت انت وساعاتها بس تبقى حر ساعاتها بس تبقى حر في تغيير قناعاتك تبديل افكارك تصدق حاجة بعدين ترجعها في ترميها تسيب منها حتى صغيرة قد كده هي اللي قررت انك عايزها تبقى مع اي مجموع من الناس وبعين تكرق افكارهم فتبعد عنهم تماما ترجع تخلي منهم واحد بس عشان هو دل عجبك عشان اي سبب تعمل اي حاجة انت عايزها خلاص انت اللي سايد انت اللي بتختار تبقى معني ادم كامل مش كامل يعني ما عندكش عيوب كامل يعني انت انت بنفسك حتى عيوبك بتاعتك حلوك مرك انت لو اللي حصل ده لو اللي فات انا شخصيا يعني بشارعه فخور بالحلقة دي جدا ويعني متمني ان هي تكون وصلت كده للحطة اللي جواه خالص في عقل وقلب كل اللي اسمعها منكم فاسمحولي دي لوقتي لو اللي فات كان ترتها اروش عليها شوية كريمة كده تعرف انت ميليا سميعة مهمة صعبة جدا مستهلة لكن جايزتها مجزية جدا اللي يعرف ومين هو اللي بيلاقي موقعه في الدنيا مكانه في العالم ده موضوع كبير قوي مستهل خالص هم حاجة على اطلاق في رأيي نعرفها راحة البحث دي يعني اهم مكوناتها التجربة كل اللي تقرأ واللي تشوفه واللي تسمع عنه في الدنيا ممكن يفيدك في معرفة نفسك طبعا بس مفيش حاجة ممكن تفيدك ابدا وعايز اقولني بعتقد ان معرفة نفسك مسألة محتاجة شوية سكوت صمت تأمل لازم شوية وقت كده كل يوم ان شاء الله يكونوا صغارين جدا تبقى سامع فيهم ولا حاجة غير صوت نفسك وبس واخيرا وليس اخيرا كل ما تعدي قدامك اي فكرة فراسك تأكد انك توقف لها تستجوبها انت بتاعتي ولا مش بتاعتي اللي يتأكد ان كل افكار لفراسه بتاعته هو فعلا كل اسئلة ما حيراه هو فعلا كل اجابات عدت على روحه هو فعلا يبقى لقى مكانه وعرفه ومين الجايزة بتاعت المعرفة دي راحة وسلام مفيش حاجة تقدر توصلك ليهم زي انك تكون نفسك والفرق بين انك تكون نفسك زي ما انت او نفسك زي ما نفسك تكون او زي ما فاكر نفسك فرق كبير جدا بس خلاص نورتونا نهار دا والله دلوقتي يسر الهواري فقعت مزيكة واحنا معدنا الحد ساعة 9 ان شاء الله اشتركوا في القناة